جميل جداً إنه يكون فيه تواصل ما بين الأجيال وإن الجيل الجديد يكون جواه حنين اللي فات ويحاول يكمل على كل اللي سبوه أساساتنا الكبار ويفضل طبعاً فاكرهم ومش بس كده كمان يتعلم منهم النهاردة معانا كاتبة شابة جميلة قررت إنها تكتب عن كاتب وأديب كبير رحل عن حياتنا من سنين لكن كتاباته ومواقفه لسه عايشة معانا لحد النهاردة أنا شخصياً شايفة إن اللي هي عملته ده الحقيقة كان فيه مغامرة كبيرة جداً منها لإنها اختارت شخصية حياتها غنية وفيها محطات ومراحل مهمة جداً مش بس كده كمان إنما كانت مؤثرة على مستويات كتير أدبياً وسياسياً النهاردة هيكون معانا الكاتبة خميلة الجنزي اللي هنتكلم معاها عن كتابها بين أطلال السباعي وواضح جداً إن الكتاب بيتكلم عن حياة فارس الرومانسية الأديب الكبير والروائي الراحل يوسف السباعي لحياة يوسف السباعي كان معروف جداً بإنه أديب كبير لكنه كمان رجل عسكري لكنه كمان أديب وصحفي وسياسي وشخصية مهمة جداً كان لها تركيبة خاصة ومختلفة هنعرف منها النهاردة أو هنعرف من خميلة تحديداً من خلال كتابها بين أطلال السباعي ونقف معاها عند أهم المحطات اللي قررت تتكلم عنها في كتابها وطبعاً أهم المحطات في حياته